النهاردة معدنا مع فقرتنا الإسبوعية عن تربية الأولاد وتحديداً وإحنا في بداية عام دراسي جديد بيكون عندنا أسئلة كتيرة وأسئلة مهمة عن كيفية التعامل مع سلوكيات أبنائنا في المدارس المشاكل السلوكية اللي ممكن أنها تحصل لهم أثناء الدراسة طيب هل ممكن يكون في صعوبات في التعلم؟ وإذا كان في صعوبات إزاي اللي أنا أقدر أتعامل مع ولادي اللي بيعانوا من هذه الصعوبات من تشتيت انتباه من التركيز أثناء المذاكرة أثناء تلقي الحصص الدراسية أيضاً في حياة الأمر فيها سئلة كتير قوي بتيجي مع بداية كل عام دراسي وتحديداً لو كان ابني هو في أول سنة دراسية ليه هنجاوب عليها النهاردة من خلال ضفنا فيه على استوديو الدكتور نور أسامة الاستشاري النفسي والمعالج السلوكي اللي مشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير يا دكتور صباح الفل عليك دكتور أسئلة كتير قوي بتدور في فلك كل أولياء الأمور أثناء بداية العام الدراسي تحديداً لو أنا عندي ابني لسه داخل في العام الدراسي الجديد من بينها صعوبات التعلم هل في فارق ما بين طفل والآخر والفارق ده بيتطلب من وليه الأمر اللي أنا مركزت مع الطفل الآخر وخليني في ابني تحديداً وزاي بيحصل المذاكرة بتاعته أو الحصص الدراسية بتاعته ولا شوف وقرنه بزملائه هو مستوائي طيب عازل بس أبدأ معاك أقولك فيه كان ستشاري نفسي اسمه راين ماير كان بيقول إحنا مش عايزين ولادنا مش الهدف اللي هما يحفظوا جدر الضرب أو يعندهم قانون الجاذبية درسينه أكتر ما إحنا عايزين أطفالنا يكون أسواء أسواء فإحنا إزاي ممكن نطلع أطفال أسواء أول كلمة أنت قلتها فكرة أنا ابني فيه فروق فردية بين كل طفل صحيح لها أكتر من عامل فكرة بقى فيه جزء جينات العامل السلوكية عامل بيئية أسلوب التربية كل حاجة وردة طيب فكرة إن كل واحد أنا مختلف عنك يعني أنا ممكن أول من سنة ونص قبل أتكلم جملة من كلمتين وفيه طفل ممكن يبدأ من سنتين ونص يبدأ كلمة جملة من كلمة واحدة أو كلمتين وفيه طفل من ثلاث سنين ونص وفيه من أربعة قدامك واحد من أربعه مناطقتش أربعة ده أربعة سنين والله لدرجة إن أهلي كانوا خايفين ودون الدكتور تخاطب إلا هو فيه مشكلة أو لا فدي بتبقى حالة قلق كتيرة قوي موجودة عند الأهالي أركز فيها إمتى وإمتى مديش للأمر أهمية قوي وعند سن معين أبتدي كده فيه ألارمة أو فيه جرس إنذار لا ركز مع الطفل فيها غلط طيب أول حاجة بأخذ بالنا منها حاليا لما بتأخر عن كلام طيب فيك فيه حاجة سمعت تأخر عن كلام آه لو تأخرت عن خمس سنين ما كونتش جملة يعني أنا بحب مثلا بابا ماما كده أو جملة من كلمتين لا أنا كده عندي مشكلة قبل كده أنا ما عنديش مشاكل طيب ليه ما تكلمتش قبل كده قد يكون ما أخدش الحصيرة اللغوية اللي ممكن أخدها أنا بسيبه قدام التلفزيون عشان أنا عنديش شغل أو عشان ما يزنش سيبه قدام التلفزيون اعتقاد مني إنه هو بياخد الحصيرة اللغوية اللي هيتكلم منها أنا ما عرفش إن في الآخر يجريه تشتيت انتباه لأي مدى خارج التلفزيون هو مش شايف أصلا هو بيبدأ يستوعب أنا عندي مفترض بيبدأ ياخد الكلمات ويبدأ يرددها هو ما أخدش حصيرة غوية صحيح فحضرتك ما أخدش حاجة يقدر يطلحها طيب أو ممكن يكون فيه طفل من شخصات خجولة شوية في البيت وفيه قصوة جديدة في البيت أو فيه زعيق فهو بيبدأ الطفل يحصل له حالة من حالات الانطوع فبيتأخذ في الكلام نعم الطفل اللي بيحب يلفت انتباه بالسبب التدليل الزايد فبيتأخذ قول 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 بيحبك طيب قول بيحبك هو مش حاوز يتكلم عشان يفضل الانطباه عليه بالزبط عشان أفضل مهتم بيه أو الحالة المهمة جدا انه في الأول دايما لازم نطمن منها حاجة اسمها اللسان المربوط كما فيه مشكلة في اللسان فما بيعرفش يتكلم خارج الأرفاز فعنده مشكلة في الهواء اللي هو يبدأ الأحبال اللي هو يبدأ يطلع كلمة فدي أول حاجة اللي بتأكد منه تاني حاجة مقياس السمع يبقى مقياس السمع ممكن بقاش أصلا سمع يا مثلا بندها على ابني ما بيردش تبدأ على طول آه على طول انتي وبابا وكل حد آه لا هو عنده مشكلة في مقياس السمع امتى ما عندهش مشكلة لو ما بيردش على أشخاص بعينه بالزبط بس قد يكون عنده مشكلة أنا ممكن أتطمن عليه مقياس السمع ممكن أشوف موضوع اللي سان المربوط طيب فيه ده لعلاج وتالي علاج طيب مفيش ده مفيش ده يبقى بقى الأعراض هي أعراض سلوكا قد يكون في قصوة جديدة أو تدليل زائد أو هو ما خدش الحصير اللغوية اللي في المخ إن يبدأ أطلح ففي الحالات دي لازم أديله كمية قصص نور بيحب ياكل كذا ودائما بيديله السؤال والإجابة نور بيحب طفاحة آه بيحب بيديله السؤال والإجابة عشان يكون حصير اللغوية مع القصص وممكن يكون بالسبب إن إحنا بلنكلم لغتين في نفس الوقت موضوع معقد أبا دكتور نور آه طبعا يعني محتاج تركيز صحيح عسل أنت لو اديت لغتين هو يعني نسي صغير لازل برين بيتكون أنا عاوز أقف هنا تحديدا عند جملة حضرية كلتها يعني بشكل عرضي كده لو ديت لغتين لأن في الوقت الحالي بحس إن في نوع من أنواع التباهي لدى الأسر اللي أنا هعلم ابني الأول لغة أجنبية وليكن إنجليزي فهل ده صح ولا غلط اللي هو يتعلم لغة أجنبية في سن مبكر قبل إتقانه للغة الأم وهي اللغة العربية أنا مفضلش ده خالص يعني عشان من إحدى العلاج بتاع التخاطم اللي أنا بنعمله اللغة العربية إنك مثلا تحفظه القرآن أو تتكلم باللغة الدرجة بتاعت البلد هي دائما إنها هتبقى العربية العمية أو بالضبط معظم الأماكن عربي فحضرتك كده بتقوله إن أنت هتاخد ده وهتاخد ده طب هو مش هارف يستوع بالحكتين في نفس التوقيت قضي هدي فروة فردية قضي يستوعبها وفي أطفال هيستوع بالإنجليزي بس هيجي عند العربي يعني يجي له تلاعصم أو تهتاه هو مش قادر يقول جملة مخه مش قادر يبعث له المصرات العصبية المحفوظة يبعث له اللي يكون يكون كلمة وده ممكن يأثر بعد كده أصلا عن لغة الإنجليزي عشان الناس ممكن تتلق على التلاعصم أو تهتاه في الكلام باللغة العربية أو باللغة العمية ففكرة اللي هو يبقى عنده اللغة الأم العربية ويبقى بعد كده ياخد معاها حاجات بسيطة أوكي بس إحنا بنعمل إيه؟ هيتعلم إنجليزي فاجي في البيت باتكلم عربي فياخد لغتين فهيبقى عنده مشكلة يتدخل لغات يبقى تلاعصم هنا وتلاعصم في اللغة دي قصور في الاتنين يبدأ بقى الموضوع يحصل له لغبطة فيبدأ يرى بالعكس وأنا عايز أقول لك كتير أطفال في المرحلة دي بالعكس وإحنا قد نتهمهم عنده صعبات قراء هو عنده مشكلة إن أنت حدرك عرضت الاتنين فهو عنده تدخل لغات في الدين بتاعة مش عادي يستقوم أنا أتحكت ليه لما حيك قلت هيفتدي اللي هو يلاقي فيه صعوبات في الموضوع وممكن اللي هو يقرأ بالعكس أنا لما أخدت اللغتين وأنا في كيجي بدأت اللي أنا أكتب اللغة العربية من الشبال اليمين ويمكن دي عملت مش مشكلة بس الأسرة عندي والدي ووالديتي ساعدتها حتى كمان اللي هو لأ فيها غلط يعني لأ هو الولد كده لأ ده بفيه الزكاء خالص بق فبرضه إمتى لنا السن المناسب اللي أنا أقدر أعلم فيه ابني أكتر من اللغة بعد بريكي يعني من أول كيجي مانو مثلا أنا بحاول بعد بديله ده وده يعني بيبدأ أديله ده بالمعنى بس الحاجات الأساسية اللي هو بيتعامل معها يعني التفاحة بالعربي وإنجليزي قطة بالعربي وإنجليزي حاجات بسيطة بس ما بيجيش أديله قصة كبير جدا من اللغة ولغة التانية مش موجودة اللي هو هيبدأ يكلم بها الناس فتجي على لغة من الاتنين على حساب التاني بالزبط وممكن ببدأ ببدأ عملها له يعني إحنا عشان نوصل نعمل نتكون مصرات عصبية عشان يبدأ يحتفظ بالمعلومة هو محتاج حاجات مرئية يعني ممكن نجيب كتاب مثلا فيه مثلا الشكلة التفاحة ورعب من إنجليزي فيبدأ الصورة المرئية بتاعته هو شاف وسمع وقال فبدأ اكتسب المعلومة وبرضه فيه فرور فردية فيه أطفال مش هده تستوع بل اتنين مع بعض بس إزاي ممكن نقدر نستوع المعلومة بعض إنجليزي أو من خلال القصص طيب فيه بعض الأسر يا دكتور بتعاني من تشتيت أبنائها عندها تشتيت الانتباه أو قلة التركيز يتعاملوا إزاي مع الموضوع ده طيب إحنا محتاجين نشوف حاجة هل ابني نقص التركيز وتشتيت الانتباه مصاحب لي هايبر أكتف حركة زيادة ولا لأ عشان تفرق معاني طيب لو مش مصاحب لي هايبر أكتف يبقى أنا كده محتاج أخذ أم جسري ومحتاج أعرف أي حاجة فيها المادة دي أي ده وفي مادة دي ومحتاج أعرف هو إيه إيه عامل اللي عمالي كده طيب في ناس كتيرة جدا بتقول لأ أنا مش بقاعد ابني قدام التلفزيون أو قدام التابقة أو قدام موبايل بسوء فعلا ما عندوش تركيز وردة وردة أن وظائف المخ أن الفصوص الخاصة بالتركيز أو الانتباه أو قوة الملاحظة أو مرات الحفظ لسه ما اتمرنتش زي واحد مثلا عايز روح يتمرن في الجيم آآ لسه عضلاته ضعيفة إزاي نبدأ أن نمرنه آآ نحن نبدأ أن نديره حاجات اللي اسمها برينجين اللي هي علاقة الأربع حاجات أسية اللي مفوضة هكتسبهم في المدرس سري جدا طيب بابدأ في البيت أديره أكتر من طلب يعمله افتح الدرج الأولين هات لكذا والدرج التاني هات لكذا والدرج التالي فابدأ بزود الأوامر اللي عليه في البيت بابدأ مثلا وإحنا قاعدين وإحنا طالعين على السلم مثلا بسأله سؤال وإحنا طالعين بنبدأ أن نديره الأرقام إيفين أو أود نديره أكتر من أوردر في وقت واحد بشكل ممنهك بالضبط وإحنا مثلا نمشي بإيفين أو أود مثلا واحد أو قيول ثلاثة أو قيول خمسة فيبدأ نشتغل اللي كنا قابل زي ما نحن صغيرين ولد بنت نقول حرف سواء عربي أو إنجليزي ها ويبدأ يفكر الحاجات الصغيرة بتاعت الأطفال الصغيرين اللي هي الخرص الصغير ونحط ألوان حاجات صغيرة خالص عشان يبدأ ينزوي التركيز نركز نحط الأصفر بعد كده نحط أحمر المرحلة بعدها بحكي له قصة ولازم يحكي له تفاصيل القصة بعد ما أحكي له مرحلة أصعب بحكي له القصة بعد كده ينام قد يقوم هقول له إيه القصة ده حاجة تلك مبارح بالليلة ده بالإضافة لستدعي الذاكرة هنا عنده بالضبط ده بإضافة للبرينجيم أو تأمنات التركيز اللي نازم نعملها له وليها صور كتير قوي طيب لو كان مصاحب ليه هايبر أكتف ده مهم جدا ده سؤال لوحده لأن فرط الحركة ده تحديدا بيكون موجودة عند الأطفال وتحديدا في سن صغير فإزاي اللي أنا برضو الأسرة تتعامل مع أبناءها اللي عندهم فرط حركة أثناء الدراسة طيب الأول نعرف هل ده ADHD فرط حركة ولا شقاوة طيب نعرف منين بكل بساطة عشان انت لا لا ده ده ADHD طيب لو ابني كان بيعمل حركات الزيادة مش قادر يقعد لازم يقعد يرفي نعم على بطنه يحط الرجلي فوق لو ده بيتعامل في كل الأماكن عند تيت وعند جد وعند خلط وعند ده وفي المدرسة وفي النادي يبا احنا كلا بنتكلم في اشتباه ADHD عشان لازم يتعامل في كل الأماكن عشان في بعض الأطفال بتتعمل تعمل كده زهق من مكان معين فبتعرف أنا مش عايزة عدين فبيرفت الانتباه لي عشان لأنا أريحه بالزبط عشان أنا عايزة أمشي فلازم أدائي معايا عشان أمشي بعمل كيف في المدرسة عشان أدائي المدرسة فهل بيعمل لو في كل الأماكن أشكي لي فيه مشكلة طيب لو مش في كل الأماكن وبعملها في أماكن معينة يطلع الطاقة الحركية في أي رياضة لازم عشان الهايبر أكتف هيطلع في البيت اللي أمشي بأودي رياضة عشان كده بينصح دايما بفكرة اللي أنا أعلم ابني رياضة أو خليه يمارس رياضة جنب التعليم في سن مبكر مهم جدا أقول لك ليه دلوقتي مثلا ADHD فتر حركة هو حتى لو أنت علقت المشكلة الحركية ماشي إحنا عندنا المشكلة التانية اللي هو ناستر كيز البريم بتاعه مش قادر يركز ليه تمارين بس هيتبقى عنده مشكلة حركية فADHD مثلا إحنا هنمنع المواطن الحافظة والألوان الصناعية وموادة الكافين الحاجات اللي فيها الشوكولاتة والسكر وفي حاجة الناس في مناطق الأعادة حاجات اللي هي بتهايبر بشكل عاوي بالزبط هيتبقى بقى الطاقة دي يطلع فين هيقلل بس مش هيمحوا خالص صحيح فمحتاجين يطلع ده في أي رياضة وفي حاجة اسمها تصمم الرصاص وفي مشكلة في غدة الناس عندها مشكلة في غدة ممكن تبقى هايبر اكتف وآخر حاجة بتاع تصمم الرصاص الناس اللي بتقعد في أماكن فيها فيها تلوث بيئي أو فيها مصانع ممكن تقدي الADHD بس الفكرة نعرف الفريب اللي اتنين اللي اتنين في الآخر محتاجين بس هيتفرق في ايه في السرعة الاستجابة الشقاوة اهي الشقاوة لو انت وديت بالسرعة بتاع ايه دي اتش دي هو اندفاعي لدرجة هو ممكن يزي حد ففي بعض المواقف البسيطة هو بيبدأ ممكن ياخد دواء يقالي شوية الهايبر لحد ما نقلل العوالد اللي وصلتنا لهذا السبب مع الرياضة هنلاقي موضوع اللي تدريج جاي فالنصيحة اللي حاجة ممكن تقولها بقى يعني في الختام لكل ولية امر عنده طالب هو في اول عام من الاعوام الدراسية يعني لسه داخل كي جي اللي يركز معه علشان يعرف ابنه هل عنده صعوبات في التعلم ولا لا تحديدا هل عنده صعوبات في القراءة والكتابة ولا هو بيسير بشكل طبيعي زيه زي أقرار الموجودين في هذه المرحلة تحديدا المرحلة استباقية وكنت عارف ان كي جي ما فيهاش كتابة المفروض المرحلة استباقية ان احنا نبدأ نحابيه اصلا في المدرسة علشان خاطر ما شوفش حاجات يبدأ ياه من حاجات اسقاط ان هو انا مش حابي المدرسة فيبدأ نروح بقى ايه ده هو مش عارف يتعلم ايه ده هو مش عارف فيه كتب ايه ده هو مش قادر يسمع فانحبيبه ونحطله شخصية كارتونية جوه جوه الشنطة بتاعته عشان يحب يحب يروح المدرسة عمل له كارت انا بحبك قوي وفخرة بيك وصورت بابا وماما وصورته معنا عشان يتقبر يروح المدرسة بروح على فترات قعد في الدسك جنبه والله ده كان حلو قوي بمحطش رابط سلبية بكرا عندنا مدرسة يلا ام نام بقول للله ده بكرا قدامني يوم جميل قوي بابدأ احطي له مكافئات لو كنت جيت كنت شاطر في الحضانة المدرسة المحل بعدها باخد بالي جدا ان انا ابدأ ادي له حصيلة لغوية الكتير انا ابدأ اتكلم معاه وامنع التاب وموبايل وتريفزيون بشكل كبير لمدة ساعة مثلا وابدأ اتكلم معاه في حوالات كتيرة جدا في قصص مصورة عشان يكون سمع وشاف وشارك معاه القصة عشان يبدأ اتكلم بس اخد بالي جدا من حاجتين من موضوع النطق ده موضوع اللسان وهو صغير وموضوع من قصص السمع البقى بقى اتأكد انه لو حتى لو اتكلم بالعكس خلاصة الكلام برضو نفس الموضوع حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب لازم الزرع ده برضو في ابني من وهو صغير لازم تحب احببه في مروحه للمدرسة احببه في القراءة في الكتابة وحتى لو بشكل بسيط يقدر لهو يستوامه يعني في الحقيقة دكتور نور حقيقة شرفتنا وكنت ضيف يعني غالي دايما علينا في صباح الخبية مصر شكرا لوجودك معنا في صباح الخبية مصر شكرا لك ربما خالي